كلمات عبارات مصطلحات شائعة عن الفضاء وندخل بالكلمة الأولى وهي signs of zodiac بيمكنك تسأل شخص تقول له ايش برجك فتقول له what is your zodiac sign وبيمكنك تقول له what is your horoscope بيمكنك بلو تقول horoscope ومعناته برج وحيانا تأتي خارطة البرج بمعنى يعني وصف ايش هذا البرج يعني راح تكون مخضوض غير مخضوض بحياتك شخص ناجح وهكذا I don't believe in such a thing but let's cover them today anyways وطبعا الآن راح نناقش الأبراج ورح تظهر الشهور عشان تعرف برجك وكتب لو انت أول مرة تعرف برجك في خانة التعليقات طبعا الأبراج مرتبطة بالشهور يعني انت معليد مثلا شهر ايبرل لازم تكون من مثلا برجك تورس الثور وهكذا فانت حاول انك تعرف برجك اليوم واذا عرفته الأول مرة يعني هذه الحلقة كانت سبب في معرفة برجك اكتب في خانة التعليقات والبرج الأول هو Aries إذا انت من موليدة هذا الشهر اكتب في خانة التعليقات البرج الثاني هو Taurus البرج الثالث جميني 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 أكواريوس وهذا البرج له أكثر من نطق ولكن النطق السائع هو بايسيز وبإمكانك تسمع بعض الأجانب يقول بايسيز ولا رح تظهر شهور التقويم الهجري ومثل ما عارفين لا تتغير باللغة الإنكليزية فرمضان بيسمى رمضان جمال الأول وإلى آخره بينما الشهور بالتقويم الميلادي فرح أعرج عليها على السريع فالشهر الأول يسمى جانيوري يانيوري جانيوري جانيوري february 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 march march april 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 may may june june july july august 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 september 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 october 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 november no no november 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 december 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 اما علم التنجيم فيسمى استرالجي استرالجي الناس او الشخص اللي بيمارس هذا الشيء يعني المنجم وفي مصطلح شيء احنا بنقوله باللغة العربية كذب المنجمون ولو صدقوا استرالجي 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 استرال أو بإمكانك نتسميه إذا نحن نسميه باللغة العربية بينما التقويم الميلادي يسمى أما المجموعة الشمسمية فمثل ما قلت وكلمة صالر يأتي معها كلمات يعني نستخدمها في حياتنا اليومية فمثلا عندنا صالر بانل صالر بانل وممكن تقول صالر انرجي صالر انرجي وممكن تقول صالر هيت صالر هيت لو فيك المشائعات تستخدم مع صالر يكتبها في خانة التعليقات Don't forget it والسنة القمرية تسمى لونر يير لونر يير لونر يير أسترويد أسترويد كامت 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 ميدير 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 ميريا رايت ميريا رايت ميريا رايت وطبعا للتشابه بين هذه الكلمات الآن راح تظهر معاني هذه الكلمات باللغة الإنجليزية مع الترجمة باللغة العربية ميريا رايت 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 كائنات فضائية بتسمى بينما بين النجوم بين الكواكب يعني حروب بين النجوم مثلا السفر بين النجوم أو عبر الكواكب بتسمى ممكن تقول ممكن تقول أما شودن ستار فمعنة الشهاب عارفين هذا لما تشوفوا إضاءة كذا نازلة من السماء فالن ستار أو شودن ستار عادة ما بتوصلش للأرض فتسمى هذه شودن ستار أو فالن ستار أما هذه الكلمة فمعناتها نبيولة معناتها باللغة العربية السديم ولكن راح أعطيك التعريف تبعها باللغة الإنجليزية بإمكانك فهمها من خلال اللغة الإنجليزية بطريقة أفضل أما السحن الطائر فيسمى UFO وهو اختصار أما الآن فرح نناقش مراحل القمر يعني الطريقة التي يظهر فيها القمر يمر بثمان مراحل والمرحلة الأولى تسمى نومون وببساطة شديدة في هذه المرحلة القمر ما بين شفش أما المرحلة الثانية فتسمى واكسين كريسنت واكسين كريسنت وهنا يبدأ القمر يبان وإحنا متسمي يتوقع هلال واكسين كريسنت أما المرحلة الثالثة فتسمى فرست كورتر وهنا يكون تقريبا نص القمر باين فرست كورتر أما المرحلة الرابعة فتسمى واكسين جبس واكسين جبس ويكون هنا في هذه المرحلة القمر أكثر من النص منور يعني الجزء اللي مظلم يكون أقل بينما الجزء اللي منور بيكون أكثر وتسمى ثاني مرة واكسين جبس وبإمكانك تقول واكسين جبس It doesn't matter أما المرحلة الخامسة فتسمى فول مون وهنا بتشوف القمر كله منور في السماء فول مون أما المرحلة السادة سابة سمى وينين جبس ونين جبس وهي عكس واكسين جبس أما المرحلة السابعة تسمى لاس كورتر وهي في هذه المرحلة مثل من تشايفين في الصورة فهي عكس عكسها أما المرحلة الثامنة وهي الأخيرة ولو تلاحظوا بالشكل من خلال الصورة فهي عكس الأولى وهي واكسين كريسنت يعني بيكون منور من هذا الجهة بينما في الواكسين كريسنت من الجهة الثانية يعني عكسها تماما أما Bing Bang فهي نظرية بداية هذا الكون The main theory explaining how the universe started Binary star A system of two stars where one revolves around the other or both revolve around a common center Black hole Black hole A place in space where the pull of gravity is so strong that even light can't get out Constellation A group of stars A group of stars أما equinox Equinox فمعنة the time when the sun crosses the celestial equator and day and night are the same length This happens twice a year Gravity 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 أما الهمسفير فمعنة Half of the earth Half of the earth When divided along the lines of either north and south or east and west أما محطة الفضاء الدولية International Space Station International Space Station A man-made object that orbits earth Where astronauts can live and conduct experiments And conduct Conduct Experiments أما Kuiper Kuiper Belt فمعنة باللغة الإنجليزية A cold and dark area Of our solar system Which contains thousands of comets Asteroids And other objects أما المرصد فيسمى Observatory Observatory A building equipped with materials to make Astronomical observations وطبعا هذا المكان عادة بيكون مجهز ب Telescope Telescope An instrument that allows us to see into space Milky Way Milky Way أما لما نقسم الأرض فعندنا مثلا خط العرض فيسمى Latitude 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 وعندنا كمان Equator 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 أو Equator وكمان عندنا Longitude 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 ولما نتكلم عن أضواء القمر أضواء الشمس أي كان فعادة أن نقول Light فمثلا ممكن نقول Starlight Moonlight Sunlight أما لما نتكلم عن سنة ضوئية أو سنين ضوئية فتسمى Light year أو Light years Light years وبكذا وصلنا لليهاة هذا الفيديو إذا عجبك لا تنسى تعمل like or share This is me saying to ya See ya We'll see you next time on the 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 next